عصابة في بغداد الأمر ليس جديدا وليس غريبا لكن الصدمة والصعقة أنها مكونة من باكستانيين وافدين مهمتهم الخطف والابتزاز وبالفعل كشف بيان لمدرية استخبارات وأمن بغداد بتمكن مفارزها من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات خطف وابتزاز بمنطقة الشعب في العاصمة تتكون العصابة من تسعة أفراد متهمين وهم من جنسيات باكستانية كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وتساومهم مقابل أموال أحيل المتهمون للجهات المختصة لاستكمال أوراقهم التحقيقية لكن القضية أثارت سخرية تحت عنوان شر البلية ما يضحك حتى الباكستانيون يبتزون في العراق أجانب يبتزون بعضهم البعض في قلب بغداد وكأن الحكاية جاءت كما يصفوها ناشطون تؤكد مسلسل الابتزاز الذي وجده مجرمون أجانب بالسهل والمستمر نظرا لوجود عصابات إجرامية منها ما تقتل ومنها ما تخطف ومنها ما تبتز وبأنواع مختلفة من الابتزاز بالطبع وعلى الرغم من جهود واضحة للأجهزة الأمنية إلا أن خطر تلك الجريمة الذي يتجرعه العراقي قبل الوافد أو المقيم على أرض العراق بات يسجل بأيد عراقية لتنتقل عدواه إلى عيد أجنبية أخرى صورة يراها خبراء بالتي تعكس نظرة سلبية عما يحدث في العراق من تزايد تلك الجرائم والتي تهدد الأمن المجتمعي من جهة وتؤكد وجود عصابات الخطف والابتزاز التي تهدد سلامة وحياة المواطن والزائري والمقيم